تواصل الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة الى اوكرينيا جديد هذا الدعم الغربي تنسيق عسكري بين الولايات المتحدة واوكرينيا حيث التقى رئيس هيئة الاركان المشتركة مارك ميلي مع الضابط الاعلى في القوات المسلحة الاوكرانية فاليري زالوجني وذلك بالقرب من الحدود البولندية الاوكرانية حيث تمت مناقشة الاحتياجات الاوكرانية اللقاء يأتي بينما يتواصل تدريب القوات الاوكرانية تحت اشراف الجنود الامريكيين في المانيا حيث تم اعداد كتيبة ميكانيكية اوكرانية لدمج الاسلحة الامريكية الصمع بشكل افضل وتعظيم اثارها وفي اكلهما بالولايات المتحدة قام الجنود الامريكيون بتدريب الاوكرانيين على كيفية استخدام نظام الدفاع الجوي باتريوت وفي السياق نشر حلف النيتو طائرات مراقبة في رومانيا لتعزيز الجنح الشرقي للحلف واعلن النيتو ان تلك الطائرات مزودة بنظام الانظار والمراقبة المحمول جوا حيث يمكنها من تحديد الطائرات على بعد مئات الكيلومترات ما يجعلها احدى القدرات الرئيسية في قوة رضع حلف النيتو ووضعه الدفاعي الرئيس البولندي اندري دودا ذكر ان جهود بناء تحالف دولي قد يرسل فرقة مضرعة الى اوكرينيا ستستغرق بعض الوقت واكد دودا ان اوكرينيا تطلب اسلحة ودبابات غربية حديثة هولندا من جانبها دخلت على خط تقديم المساعدات الغربية الى كييف حيث اعلن رئيس وزرائها مارك روتا اعتزم بلاده تزويد اوكرينيا بمنظومة باتريوت وامام تلك الموجة من الدعم الغربي لكييف جاءت ردود الفعل الروسية حيث احال الرئيس روسيف لادمير بوتين الى مجلس النواب الروسي مشروع قانون بفسخ الاتفاقيات الدولية المبرمة مع مجلس اوروبا ويأتي ذلك بينما تمر العلاقات بين روسيا والدول الغربية في اكثر مراحلها توطرا الخارجية الروسية من جانبها اكدت ان دول النيتو تشعل الاجواء بتزويد اوكرينيا بالسلاح فيما اشار الكريملين الى ان دخل غرب السلاح الى اوكرينيا لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الاوكرانية وسيكون له تأثير سلبي